اشتركوا في القناة الموجودين في عصر الدولة الوسطى هو الملك سونوسيرت السارس سونوسيرت السارس كان معروف بانه شخصية قوية وحكم كان عادل وكان كل اهتمامه بالتجارة الخارجية وعلشان كده كان من اهم اعماله ان هو حفر قناة سماها سيزوستريس القناة دي بتصل بين نهر انيل والبحر الاحمر ولكن بتعد اقدم طريق مائي بيصل بين البحرين الاحمر والمتوسط ولكن عن طريق نهر انيل بالشكل ده يعني هي بتصل بين البحر الاحمر والبحر المتوسط ولكن طريقة الاتصال من خلال نهر انيل طيب لو سألتك من نتائج اللي ترتبت على حفر قناة سيزوستريس هل هي اضافت للقيمة او المكان التجاري في مصر اطبعا ادى ذلك الى زيادة الصلاة التجارية يعني كان عندنا صلاة تجارية او اتصال تجاري اكتر واوسع بين البلاد اللي حوالين من مصر زي فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط زي كريت وكبروس وكمان بلاد بونت اللي هي السومال حاليا ده اول عمل من اعمال الملك سونو سيرت اساريس هو عمل ايه؟ حافر قناة سيزوستريس قناة سيزوستريس ايه؟ اه اساسها او بتعمل ايه؟ ان هي بتصل بين نهر النيل والبحر الاحمر وبنعتبرها اقدم طريق مائي طبعا بيوصل بين بحر الاحمر وبحر المتوسط ولكن عن طريق نهر النيل اهمية قناة سيزوستريس او النتائج اللي ترتبت عليها ان هي زودة الصلاة او الاتصال التجاري مع الدول المجورة زي فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط وكمان بلاد بونت اللي هي سومال حاليا تاني عمل من اعمال الملك سونو سيرت ان هو شيد قلعتين القلعتين اسموهم قمنا وسمنا طب يترى شيدهم ليه؟ ده بهدف ان هو يأمن حدود مصر الجنوبية لان كانت المنطقة دي او منطقة النوبة طبعا احنا منتكلم على الجنوب يعني منطقة النوبة كانت منطقة النوبة بمسابة البعد الاستراتيجي لمصر لانها من ناحية ايه؟ الجنوب او حد من الحدود طبعا الطبعية اللي بتحد البلاد من الطريف فان نقش الملك سونو سيرت السالس على لوحة اللوحة دي اقامة على الحدود بين مصر ومع بلاد النوبة بيناشط فيها خلفاءه اللي حيتولق الحكم من بعده ان يحفظوا على تلك الحدود قائلا طبعا المقولة دي مكتوبة كده على لوحة مقامة او محتوطة في عند قلعتين اللي هي قمنا وسمنا المقولة ان من يحافظ من ابنائي على هذه الحدود التي اقمتها فانه ابني وبلدي اما الذي يهملها ولا يحارب من اجلها فليس بابني ولم يولد مني طبعا لو حنستفاد من درس حنستفاد من المقولة او ما تدل عليه المقولة دي ان احنا لازم نحافظ على حدود مصر وامنها القومي وثالث ملك من الملوك المشهورين او اشهر الملوك الموجودين في الدولة الوسطى او عصر الرقاء الاقتصادي هو الملك امن محاة السالس احنا بنعتبره هو احد ملوك الاسرة طبعا الملك ده بيعد من الملوك العظام لانه حرص على النهوض بالبلاد نهضر شاملة في مختلف المجالات طبعا لو سألتك ايه اهم اعمال واكيد هتبدأ باهتمامه بالتنمية الزراعية طب وايه الدليل انه هو اهتم بالزراع انه وجه اهتمامه بالشؤون الري علشان كده هو اقام سد اللهون ومقياس النيل طيب سد اللهون ده ايه اللي حنستفد منه ازاي حيستفدوا منه في تنظيم شؤون الري والتوسع في الزراع امام قياس النيل فهو اقيمة عند الجندل الثاني طيب وايه اهميته او بيستخدموه ازاي بيستخدموه انه هم بيحددوا المساحات المنزرعة وتقدير الضرائب يعني مثلا بيعرفوا بنساحة الارض المزروعة بالفعل كده ايه وكمان بيحددوا الضرائب الا حتتفرد على المساحة المزروعة دي ده من خلال ايه مقياس النيل انما سد اللهون ده بيستفدوا منه انهما بينظموا الري السد ده علشان ينظموا عملية الري وطبعا بيوسعوا في الزراع فكده طبعا هو اهتم بالزراع اهتمام عظيم فمن ناحية انه هو اقام سد اللهون ومن ناحية تانية هو اقام مقياس النيل ده اول عمل وبيعتبر اهم عمل يا سنة اولى لانه ممكن يسألك دلل تاريخين على صحة العبارة اهتمام الملك امن محات الزراعية او ممكن كمان السؤال يختلف شوية دلل تاريخين على صحة العبارة شهدت البلاد نهضة شاملة في عهد الملك امن محات الثالث طبعا الدليل انه هو اهتم بالتنمية الزراعية حيث وجه اهتمامه بشؤون الري فاقام سد اللهون لاستفاد منه في تنظيم شؤون الري والتوسع في الزراع وكمان اقام مقياس النيل عند الجندل الثاني تحديد مساحات المنزرعة وتقدير الضرائب فلو سألتك بما تفسر اهمية سد اللهون ده طبعا بنستفاد منه في تنظيم شؤون الري والتوسع في الزراع فلو اقام سألتك كمان بما تفسر قيام الملك امن محات اول باقامة مقياس لنيل ده طبعا لتحديد المساحات المنزرعة وتقدير الضرائب كده ده اول عمل واعتبرت خلاص انا ذكرتلك ان ده العمل ده من اهم العمل اقام بها الملك امن محات الثالث لانه بيعتبر هو اللي نهض بالبلاد طبعا تاني عمل خاص به انه هو شيد هرم في هورا بالفيوم ثلاث عمل من اعمال الملك امن محات الثالث انه هو شيد معبد المعبد اسمه اللابرانتو الضخم وهو يعني قصر اتيه كده اعمال الملك امن محات الثالث انه هو اهتمل بالتنمية الزراعية واقام سد الهون من قياس لنيل اتنين شيد هرم في هورا بالفيوم ثلاثة شيد معبد اللابرانتو الضخم وهو قصر اتيه وللاسف تعرضت الفترة التاريخية دي اللي هي دولة الوسطى او عصر الرقاء الاقتصادي للانهيار والضعف فلو سألتك بما تفسر انهيار وسقوط الدولة الوسطى الاسباب اللي قدت الى ان الدولة دي بعد النهضة الشاملة اللي شهادتها البلاد في عهد الدولة الوسطى او في الفترة التاريخية طبعا بتبتزي بالملك امنمحات الاول والملك سنصرت الثالث والملك امنمحات الثالث كل الملوك اقاموا مشاريع ضخمة واثرت في البلاد ونهضت نهضة شاملة البلاد ازاي قدت الى بعد سابق او بعد كده حصل انه في ضعف في الدولة طبيعي جدا طبيعي جدا انه كل فترة تاريخية بتمر بيها البلاد لازم يكون فيه ملوك او حكام اقوية ومن بعد مهم هيكون فيه ملوك ضعفة وعلى ايدهم بتمتهي الفترة التاريخية دي وبفعل كان من اهم اسباب سقوط وانهيار الدولة الوسطى هو ضعف الملوك الذين جاءوا بعد امنمحات الثالث اثنين السراع بين حكام الاقليم انفسهم وبينهم وبين القصر الفرعوني طبعا احنا عارفين خلاص النظام السياسي القائم انه هو فيه حاكم لكل اقليم حكام الاقليم كان ما بينهم وبين بعضهم كان فيه التنافس ولكن مش كده وبس لأ من ناحية التانية انه هم من كلهم بيجتمعوا وبينفسه كمان القصر الفرعوني فدي كانت من الاسباب اللي ادت الى انهيار وسقوط الدولة الوسطى فلو سألك بما تفسر انهيار وسقوط الدولة الوسطى كان ليه عاملين ضعف والصراع ضعف مين الملوك اللي زينة جاءوا بعد امنمحات الثالث صراع مين صراع بين حكام الاقليم انفسهم وبينهم وبين القصر الفرعوني فلو سألتك ما النتائج اللي مترتبة على ضعف ملوك الدولة الوسطى بعد الملك امنمحات الثالث ده ادى الى انهيار وسقوط الدولة الوسطى وبعد كده يا سنة اولى ده ادى الى وقوع البلاد فريسة للاطماع الخارجية اللي هم من الهكسوس اللي استولى على مصر وعلى خيرتها وبسقوط الاسرة الثانية وعاش انتهت عصر او انتهى عصر الدولة الوسطى اشتركوا في القناة